موسيقى كلنا نرغب أن نتعامل مع إنسان أمين نسق به إن كنا نريد أن نصلح السيارة أو العمل في البيت نريد إنسان أمين يسق به ونريد لأولادنا أن يكونوا ناجحين نريد أن ننجح في هذه الحياة وخاصة نريد النجاح لمن نحب نجاح المادي نجاح الصحي لكن الأهم النجاح الروحي والإنسان عمل ولا يزال يعمل لكي ينجح أكثر وبالفعل قد نجح العلماء والأطباء نجحوا في أشياء كثيرة لكن هل من المستحيل أن ننجح روحيا كما ننجح ماديا أو صحيا الله يريد ذلك وسندرس اليوم عن شخص في الكتاب المقدس كان ناجحا واسمه يعني التقدم الازدياد عندما كنا في المدرسة أولاد صغار كان المعلم عندما يعطي النتيجة الأخيرة للتلاميذ يدعو أهل القرية يأتون ويقفون أمام المدرسة ويقف المعلم ويقول لكل شخص أول في صفه يعلن اسم ذلك الشخص وكان الأهل يفتخرون ويصفقون فرحا لنجاح أولادهم كان يفرح الناجح وكان يحزن الفاشل وأهل الناجح يتهللون وأهل الصاقط أو الذي لم ينجح يبكون بعض الأحيان كان عندي صديق اسمه ليس كان التلاميذ رفاقه مع الأسف يضحكون عليه كنا 13 واحد بالصف فكان دايما لويس يسموه لويس الثالث عشر لكن في يوم الأيام بالصيف كنا كأولاد نلعب ونذهب إلى البحر إلى شاطئ البحر ونسبح هناك كان وقت كتير طيب لكن فيها صيف صديقي ليس أو لويس لم يأتي لم دائما أسأل عنه أين صديقي ليس الأهل يقولوا ما بنعرف لكن وجدت أن لياس هذه السنة أو هذه الصيفي سيقضي وقته بالدراسي كان يخجل بأن يضحق عليه رفاقه والناس فقضى ذلك الصيف في الدراسي وعندما بدأت السن الدراسي كان لياس لا فقط في الوسط بل كان بين الأولين وفي النتيجة الأخيرة وهذه كانت مفاجأة لأهله ولكل المدرسي والضيعة أن لياس لويس كان الأول في صفه كلنا نحب النجاح لكن ينبغي أن نتعب ونجتهد إذا أردنا النجاح أما إذا أردنا الفشل فنكون كسالة كما قلت في السابق نحن نريد لأولادنا النجاح المادي والصحي لكن الله الإله القدير يريد لنا كل نجاح روحي أيضا ف دراستنا اليوم سوف نتأمل بحياة الشخص الذي كان ناجحا في حياتي واليوم هذا سيكون عن الشخص الذي اسمه يوسف يوسف كلمة حلوة جدا والدي كان اسمه يوسف والكلمة تعني الشخص الذي يزيد ويتقدم كان يسمونه يوسف رجل الأحلام كان المدلل ومع الأسف يقول هنا في الكتاب المقدس عن قصة يوسف واخوته طوي قصة طويلة جدا فكان يوسف صغير وفي الكتاب المقدس في سفر التكوين سبعة وثلاثين وأحب يعقب الذي اسمه تغير الإسرائيل أحب يوسف أكثر من إخوته هنا الخطأ الفضيع كان عنده أخو كتار كانوا أكثر من عشرة أحبه أكثر وصنع له كميصا ملونا وكان يوسف جميل الصورة وحسن المنظر فأبغضه أبغضه إخوته إخوته أبغضوه على قدر ما أحبه والده ومع الأسف بيقولوا نزعه يعني هو كان السبب لماذا يميز الأهل بين الأولاد أنا حاولت عندي شكرا لله عنا خمس أولاد بنات وصبي حاولت أن أحب الجميع بالتساوي وهذا حق لأنه الله يحب جميع العالم نحن لازم نكون مثله فأبغضه أبغضه إخوته أبغضوه جدا ولم يستطيع أن يتكلم معه بالسلام وأكثر من هيك يوسف بدأ يرى أحلام كان يرى أحلاما ويأتي ويخبر بها إخوته وأهله حلمت بأنكم تجدون لي حلمت بأنني أنا الأول بينكم فازداد حقدهم عليه لكن يوم من الأيام الأب اللي هو يعقوب قال لي يوسف قال لي يوسف إخوتك ذهبوا بعيدا يرعون الغلم أتريد أن تذهب يا يوسف وترى إخوتك وتأخذ لهم بعض الطغام فقال نعم يا أبي أنا كتير مشتاء لإخوتي كان يوسف يحب إخوته لا شك أبدا لو كان لا يحبهم كان أنا بخاف منهم يا أبي أنا ما بقدر روح لأنه بيبغضوني لكن هو أحبهم حبا جملا وعندما أخذ طعام وزهب ليبحث عن إخوته الذين كانوا بعيدين فضاع يوسف في الطريق ولد الحال كان شاب وهناك حوش وغرباء كان حتى الناس أخطر من الوحوش لكن رأاه رجل وقال له أين رايح أنت يا ولد قال له أنا أبحث عن إخوتي أنا جيد مشتاخ لإخوتي أنا أحضرت لهم طعاما جيد فقال له إخوتك ذهبوا في هذا الطريق وعندما ذهب ركض يوسف واشتاق لرؤيتهم وعندما أبصروهم من بعيد هل قالوا ها هذا أخونا يوسف اللي منحبه لا تآمروا عليه تآمروا عليه وقالوا اليوم بدنا عنا الفرصة لك نقضي عليه فقالوا حتى نلقيه نرميه بالبئر فهو واحد من أخوته اسمه رأوبين حيفكروا بقتله لكن هو قال خلينا نرميه بالبئر كان يظن أنه هذا رأوا بين أنه يوسف يزود عنه في البئر بعدين بيطلع أو حدا بيساعده وبالفعل ما ألقوا لكن كان في مجموعة من الإسماعيليين مارين فباعوه برخيص الفضة حوالي عشرين وذهب يوسف إلى مصر وكان عبدا عنده شخص اسمه فتفار كان هذا الرئيس عظيم في مصر كان رئيس الجيش فتفار رئيس الشرطة وبعدين ورأى ذلك الرجل شيء كثير ورأى سيد يوسف أن الرب مع يوسف ما أحلى أن يكون الرب معه إذا الرب معنا فمن علينا ماذا وكان كل ما يصنع كان الرب ينجحه إذن هذا هو الشخص الذي ندرس عنه كل ما فعله كان ينجح عجيب تعرفوا ليه لأن يوسف عندما بيع لمصر على الطريق كانت العبودية أصعب من الموت على الطريق هناك قال يا إله أبي يعقوب وإبراهيم وإسحاق أنا بدي أمين إليك ساعدني ساعدني يا رب وبالفعل الرب كان معه وبعدين هذا الرئيس رأى كان الرب مع يوسف وكان ناجحا أكتر من مرة ذكرت كلمة يوسف الناجح يوسف ما كان بس روحيا ناجحا كان جميل المنظر وحسن الصورة جدا شاب يافع جميل وماذا حدث فتفار رئيس الشرطة أمن يوسف على بيته ووضع كل شيء تحت تصرف يوسف ماذا حدث الشيطان كان لا فقط إخوته الشيطان كان ضد يوسف لأنه كان يحاول أن يفش يوسف في أرض الغربة في مصر فوضع له التجربة امرأة جميلة جدا أتت ليوسف وقالت يا يوسف أنت بعدك شاب تعال اتجع معي اتجع معي فقال لا لا سيدي أمني على كل شيء فأنا لا أستطيع أخون وقال هذه الكلمة الجميلة التي تردد كل الأجيال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله كيف عندما نكسر وصية من وسي الله العشر أيها الأحباء إننا نخطئ لا فقط ضد الآخرين أو ضد أنفسنا نحن نخطئ ضد الله لذلك غضبت تلك الامرأة الغير أمينة واختلقت قصة لكي توقع يوسف ولكي تقضي عليه وماذا حدث قالت لزوجها انظر يوسف ابتحمني وحاول أن يتعدى علي يغتصبني صدقها زوجها وان كانت نهاية يوسف العبد الذي بيع بعشرين مائل فضة بالسجن هل كان الرب مع يوسف بالسجن نعم أيضا هنا لأن الرب كان معه وصنع كل ما عمل كان ناجحا فإذا هنا حتى في السجن كان ناجح المساجين لاحظوا الفرق لاحظوا الفرق بينه وبين الآخرين وإذا واحد منهم شاف حلم وبالفعل تعرفوا كلنا نحلم في الليل أشياء سخيفة بعض الأحيان لكن اللي بالسجن اتنين حلموا أحلام وطلبوا من يوسف أنه يفسر وبالفعل فسر الأحلام واحد منه قالوا أنت بدك تروح بدك تموت نقطع رأسك والتاني قالوا أنت بدك تكون مع فرعون وماذا حدث ماذا حدث تعرفوا القصة قصة يوسف معروفة عند كل الديانات ف صار جوع في مصر رأى فرعون حلم الله له أصل هالحلم هيدا شافوا أنه في سبع سنين سبع بقرات جياع هزيلين وسبع بقرات سمان فالسبعة الضعيفة ابتلعت السبعة السمينة خاف فقال هالأحلام هيدا أتمنى لو أحد يفسر لي هذه الأحلام فقالوا له هذا الشخص اللي بيعرف يوسف هيدا في إنسان هون وهالإنسان هيدا فسر أحلام إلنا ومثل ما فسر الأحلام حدست فأرسل فرعون وطلب يوسف قال له أنت يا يوسف أنت اللي بتفسر الأحلام قال له له مو أنا يا فرعون الله الإله الذي عبد ففسر له بأن سيحدث في مصر سبع سنين جوع جدا لذلك باقترح على فرعون أن يضع أناس يجمعون الحبوب في هذه السنين الشبع إلى السنين الجوع والقهر فنظر فرعون إلى يوسف ونظر إلى الذين حوله إلى الحكماء فقالوا من يستطيع أن يعمل ذلك فقال فرعون أنا أجد أن واحد وهو ذلك العبد الذي كان في السجن هو شخص ونظر إليه وقال يا يوسف أنت فقال يا سيدي من أنا فقال لأنك إنسانا فيك روح الله فيك روح الله أيها العزاء عندما يكون روح الرب فيك وفي سوف ننجح حتى لو باعونا عبيد ولو كنا في السجون الله يكرم الذين يكرمونه والذين يحتقرونه يخزلون لذلك صار جوع ونجح يوسف ووضعوا الفرعون سيد على كل مصر والرب بارك وحدث أن إخوته وأهله في الأرض التي عاشوا فيها في ذلك اللغة كان جوع فذهبوا لكي يشتروا قمح من مصر ومن كان هناك يوسف هو كان سيد المسؤول الأكبر سجدوا له لأنه في الحلم أحلام اللي يفسرون إياها بالقبل كما سمعتم سجدوا له فهنا سجدوا له وبعدين القصة طويلة جدا هناك فيديوز هناك أفلام سينمائية عن يوسف بعدين يوسف عرف عن حاله عندما عرف عن حاله خافوا كتير خافوا جدا جدا وطلب منهم أنني يجيبوا أخوهم الأصغر القصة تقول أخيرا أخيرا اكتشفوا أن هذا الإنسان الذي هو سيد مصر سيد في مصر هو أخوهم الذي كرهوه وأبغضوه وباعوه بالرخيص وعندما عندما اكتشفوا بأنه في هذا المركز العظيم خافوا على حياتي قالوا لا تخاف لا تخاف الله قصد أني أنا كون هون حتى أنتم ما تموتوا من الجوع والقصة تقول أنه عندما عرفهم أني أنا يوسف أتى وبدلا من أن ينتقب ماذا فعل بكى وضمهم وساعدهم وقال لهم اذهبوا احضروا احضروا أبي اجعلوا أبي أن يأتي إلى هنا لأن الجوع سيكون لمدة طويلة في البلاد فأتى وعندما أخبروا يعقوب بأن يوسف حي فرح جدا جدا وكان يعقوب قد فقد نظره لكن عندما أتى وراء شاهد يوسف رجع إليه نظره وعندما مات يعقوب مات هناك خاف إخوته خاف إخوته جدا وذهبوا إلى يوسف قالوا يمكن يوسف كان يحبنا ويساعدنا وما انتقم منا لأنه بيحب الوالد وبيحترم الوالد لكن بعد الوالد سوف يقضي علينا وقالوا عنده وقالوا له يا يوسف يا سيد مصر من فضلك رحمنا لأنه والدنا قال أنه سامحنا وما تنتئم منا بعدين قال لين يوسف أنتم قصدتم لي شرا والرب قصد لي خيرا ما تخاف أيها الأعزاء هذه قصة يوسف ماذا تعلمنا منها الكتاب المقدس يعلمنا بأن يوسف في عبرانيين الإصحاح الحادي عشر نشوف بأن يوسف رجل لإيمان هنا يقول بالإيمان يوسف في عبرانيين الحادي عشر عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامي يعني يوسف بالإيمان يوسف الناجح وبعدين نحن مطلوب مننا أيها العزاء كتاب المقدس بيريدنا نكون ناجحين بكل شيء بيريدنا نكون نحن مثل يوسف ما نقول إنه كيف بيقدر يوسف يعبد الله بهالبيئة هي يوسف هناك كان عبد كيف أرض وسني لكن وين ما كنا إذا كان الرب معنا سوف ننجح إذا حفزنا وصياه وكنا شرفاء أمنا مثل يوسف مرة جربت وكان كنت في الجيش وكان رئيسي ضابط كبير جدا كنت بعد أعزب فقال لي يا جبرايل أنت ما بتروح لهالمكان كذا كذا قلت له أنا ما بيذهب إلى أماكن مثل هذه هذه الأماكن لا تليق بي أنا أنا بحب كون مثل يوسف بتمثل بيوسف لأنه نوسف كان طاهر كان أمين وقت اللي جرب بالتجربة أن يكسر وصيا الله لا تزني قال كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخذي إلى الله أنا يا سيادة العميد أنا لا أقدر أن أفعل ذلك أنا أريد أن أكون مثل يوسف فنزل ذلك الضابط أنا كنت بعد شاب يافع كان هو متقدم ونزل عن كرسي قام عن كرسي وتقدم وقال سامحني يا ابني ومع أنه كان مسلم لأن قصة يوسف موجودة أيضا في القرآن موجودة في القرآن فهنا كلمة حلوة جدا ينبغي أن ننتبه إليها ننتبه إلى هذه التوصية يحنى الحبيب يحنى الذي أحب يسوع كثيرا وكان بالكتاب المقدس يسمى يحنى المحبوب الذي كان يحبه المسيح هذا كتب كلمات جميلة جدا وأنا أريد أن أذكر للمشاهدين الكرام لأن هذه الكلمات كتب لصديق الحبيب الحبيب اسمه هذا الشخص غايس أنا الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أحبه بالحق يعني كان محبوب وكان محب يحنى أيها الحبيب تأمل في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك أيضا ناجحا الله يقول لك ولي يا ابني يا ابني الحبيب يا بنتي الحبيبة أنا أريد وأرغب لا بل أريد وأرغب أنا أساعدكم لكي تكونوا ناجحين لا فقط في المدرسة لا فقط بالعمل لا فقط صحيا بل في كل شيء أن نكون ناجحين وأن نكون أيضا أيها العزاء متفوقين الذي بارك يوسف والذي جعل يوسف العبد يصير سيدا ليس لأن لأنه كان ذكي ويحمل الشهادات العالية بل لأنه كان إنسانا طاهرا فيه روح الرب بعمره الصغير مجرب جدا مجرب أن يكسر الوصية وكان وعرف أنه إذا رفضت هذه التجربة ربما أموت ربما تقتلني هذه الفاجرة لكنه قال كيف أفعل هذا الشر العظيم وأختي إلى الله اليوم أيها الشاب أيها الشابة حتى الكبار عندما تأتي التجربة بشكل امرأة أو بشكل مال أو بشكل أي شيء بهذا العالم قل كيف أفعل هذا الشر العظيم وأختي إلى الله لذلك الرب ساعد وبارك ونجح يوسف الذي ساعد وبارك ونجح يوسف في كل شيء ينجحك وينجحني لكي نعمل كل شيء لمجد اسمه أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر